أهلا بكم من جديد قام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بجولة ميدانية تفاقدية في عدد من مناطق البحرين منذ ساعة صباح الأولى وذلك لتفاقد الأثار الناجمة عن هطول الأمطار وأمر سموه الطواقم الفنية والإدارية وعلى رأسها كبر المسؤولين في الوزارات المعنية بالتواجد في المناطق التي تضررت من مياه الأمطار والإشراف على تصريفها وشفطها في أسرع وقت ممكن ووجه سموه إلى تكثيف الاستعدادات بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير أي مستلزمات ومعدات تسهل ذلك ووجه سموه كل من شؤون الأشغال وشؤون البلديات بوزارات الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء بوزارة شؤون الكهرباء والماء ووزارة الإسكان بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى ذات العلاقة لإعداد خطة فورية تعالج أي معاوقات تؤثر على الحركة المرورية وعلى أملاك المواطنين ومنازلهم والتخفيف من أثار أمطار الخير والبركة التي هطلت على مملكة البحرين مؤخرا